بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول لله طيب باقي شيء وهو استخراج الرسائل رح امر صفحة جديدة داخل مجلد الادمن اسميها mcg.php طيب اول شيء رح استدعى الاتصال رح امر def class اللي هو hit هنا صندوق الوراد طيب هنا رح اجيب نفس الجدول او قبل الجدول رح اعمل افتح حسن bhp هنا رح اعمل select mysql query عفوا mysql query فاصلة منقوطة هنا select all from send طيب order by id disk استخرجي الرسائل الجديد اول شيء وبعدين نضيف القديمة طيب هنا رح اعمل ورح يساوي mysql فيتش فيتش السوك تغير sql طيب هنا رح اجيب الجدول هنا table انسخ طيب هنا echo رح اضيف الجدول اه اغيرها طيب هنا اغلاق اه رح ازيل ال input هنا رح ازيل ايضا ال input من هنا والبريد ايضا رح ازيله وال text area رح ازيله هنا ال input ما محتاجينه اه طيب هنا رح اغلاق الجدول رح اطلحه بالخارج خارج حركة التكرار هنا echo طيب نضع table اغلاق table وهنا ايضا بداية table رح ازيل الايكو هنا ايكو اه رح اضيفها غيرها طيب اه الان هنا خليها double عفوا هنا double اه الاسم هنا او قبل الاسم رح استخرج الاي دي رح يساوي اللي هو الرول لل اي دي طيب ورح استخرج ايضا اه النام اللي هو الرول النام رح استخرج ايضا اه title هنا title طيب رح استخرج ايضا رح استخرج ايضا اللي هو email email رح استخرج ايضا المسج المسج اللي هو رح سمي رح سمي طيب هنا اول شي tr رح اضيف اضيف الهول الهول اي دي تغير اي دي طيب ثاني شي الاسم رح اضيف النام هنا العنوان رح اضيف title هنا البريد رح اضيف الاميل هنا المسج رح اضيف هنا HR طيب رح توجه على صندوق الرسائل لدينا السوق خطأ في الصفر رقم 22 طيب نشوف الخطأ الخطأ هنا select all from طيب استخرج لنا العنوان لاحظوا ال اي دي هنا ثلاثة وهنا تجربة هنا ال اي دي رقم واحد طيب رح افصل بينهم HR طيب صندوق الرسائل ما ظهر رح احمل PR أو class هنا def اغلق def class وهي head هنا نكتب مثلا احمل ID هنا رح ازيل TR طيب صندوق الرسائل ايضا مشكلة طيب رح رجع ال ID احزيل الدفن هنا احمل PR طيب طيب خلينا نشوف النتيجة ايضا نفس المشكلة طيب طيب خلينا اعملها بطريقة اخرى رح ازيل من هنا الهاش او المربع رح احمل هنا class رح يساوي اللي هو head call span رح يكون هنا ايضا في tag رح نزيل التag طيب خلينا نشوف النتيجة توجه لصندوق الرسائل لاحظوا هنا رح اخز الصفحة call span جساوي طيب لاحظوا الان اصبحت ممكن احنا نخلي الرسائل بالعكس يجن مثلا ask اللي هي بالترتيب العادي يعني لاحظوا مسجر رقم واحد هنا اول شي ثاني طيب اه 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 هنهينا الدرس البخصص صندوق الوراد ممكن نعمل حركة بسيطة حركة بسيطة وجميلة ايضا هنا اه menu طيب هنا راح نفتح وسم php نغلق الوسم اول شي نعمل include اللي هو اه config something php طيب هنا راح نعمل استعلام sel مثلا نفتح اسم php نغلق الوسم مثلا sel2 مثلا mysql query هنا راح نعمل select all from from send طيب هنا راح نعمل مطير num راح يساوي mysql num rose لا نتغير se2 ايضا راح نعمل ال num هنا نجيبها للصندوق هنا نضع نفتح اسم php يساوي نضع ال num نعمل فاصل من قوطة لو ضغطنا هنا f5 راح نشوف 3 رسائل راح ينقل ها هالجه الاخرى هنا ممكن نغير النم نخلي النم تغير نم يساوي هنا sban نغلك sban طيب style راح خلي ال color اللون يعني راح يكون لون الاحمر طيب فاصل من قوطة وهنا راح ينضع متغير نعم طيب الان راح يصبح لونها باللون الاحمر راح نعمل f5 لاحظوا ثلاث رسائل ممكن نضيف احنا داخل اكواس ما في اي مشكلة طيب الان راح ينضيف خاصية الحدف اللي هي هنا راح ينتوجه للمسج هنا راح ام التي ار اللي هو هنا راح زيل هنا التحكم مثلا عفوا بتحكم هنا راح امل رابط اغلق الرابط هنا هرف اللي هو دي فعلا متستفهم دو ريموف اه راح تكون المتغير اي دي طيب خلنشوف النتيجة هنا نضيف حدف خلنشوف النتيجة لاحظوا هنا التحكم هنا حدف طيب الان رايحين اه نعمل هنا شرط هنا اف اذا طلب في المتصفح اللي احنا عارفين ركوست الدو وكانت تساوي تساوي اللي هو اه 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 ريموف طيب هنا راح نطبق شرط اول شي راح نجيب الاد راح يساوي اه لالاد اي دي المسج الاد طيب هنا راح نعمل استعلام نسمي delete dl مثلا راح يساوي mysql query هنا delete from from من send احدف where الwhole id كان يساوي متغير g id طيب هنا راح لعمل شرط اذا تم الحدف هنا خروج مثل ما هعارفين exit exit طيب هنا del متغير echo def نغلق def طيب class الwho اوكي هنا تم الحدف بنجاح ممكن نعمل متة ايضا echo echo هي الميتة هنجيب الميتة هتمل refresh بعد الثانيتين حولنا ل mcg dot beach طيب هنشوف النتيجة الان راح نتوجه نعمل حدف الرسالة رقم واحد حدف ما تم الحدف شوف الخطأ من وين طيب الخطأ هو من الفرام هنا delete from send كتبين خطأ راح توجه كمان مرة راح مع الحدف تم الحدف بنجاح راح رجعنا والرسال المحدوفة تم الحدف بنجاح الان انتهينا من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة